حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث يعني ابن أبي سليمين قال حدثان طاوس عن أم مالك البهزية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله يخيفهم ويخيفونه